السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وصفات ام يسرى كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وغنبغن نقول لكم رمضان كريم يا ربي نصدق لكم التهنئة شكرا لكم والجميع المتتبعين ديالي اليوم ان شاء الله غضي نحضر معكم واحد الوجبة ديال الغداء وكتنفح تفرم دان الصحور صراحة الصحية اللي عشا عفوان صحية ورائعة صراحة كنديرها بزاف انا في رمضان اللي هي الحم بخار بالخضار كيجي رائع بواحد طريقة زويناء وكيف مما كتشوفوا معايا غدي ناخد الكسكس ديال البرما وكنوضع فيه اللحم وطر رشع لي شوية ديال الابزار وكنرشع لي شوية ديال الملحة وكنوضع الخضار بالنسبة للخضار غدي نوضع كأول خضار غدي نوضع اللوبيا والجازار هما اللي تحتاجوا الطياب في الاول بزاف وكنحتافظ بالبطاطا والشيفرول والبروكولي كنحتافظ بيهم حتى كيطيب لي اللحم والخضار اللي ضفت اللحم اللي هي اللوبيا والجازار وغنضيف لها حتى البصل وكندير شوية ديال كامون سيتمرشيتوش في اللحم مهم يعني ضفت شوية ديال كامون ملعقة صغيرة ديال كامون وغدي نوضع عليها الجازار كيف نميقلك لكم وغنضيف كذلك البصل دوائر وغدا نضيف عليهم الربع وغدي نوضعهم فوق البرماء يطيبوا على النار هادئ او انا عندي الحيمات ديال الغنمي دغياتي يطيبوا يعني ما غديش ياخدوا بزاف ديال الوقت سوف نضيف كيف ما قلت لكم الربع وغدي نوضعهم فوق البرماء وغنحتفظ بالخضار اللي بقات عندي حتى كيطيب لي شوية كان رش كذلك شوية ديال الملحة على الخضار سوف يودي ايه الوصفة ديال اليومي ان شاء الله غدي ندوز باش نحضر الخبز كذلك بالنسبة للخبز كان ندير الخبز ديال القمح كيف ما شفتم معانيا عندي ازلافة ديال القمح كل واحد يدير اللي كيميا اللي يبغى عندي نزلافة ديال الفورس يا صراحي لي كان عندي الفينو ما تنديرش الفورس دابا ما متوفرش عندي الفينو كندير شوية ديال الزيت العود تندير سانيدا نص معايا شوية الملحة والخميرة ديال الخبز وكان نعجنهم بالماء دافي كيف ما شفتم معايا وتتبغي الدليك جيدا وكذلك يبقى تبقى العجينة مرخوفة كيف ما غدي نشوفوا معايا ان شاء الله من بعد مدلكت العجين ديالي جيدا وخليتها مرخوفة وخاكها سبقى مرخوفة سراحات يجي الخبز رطب وشيش غادي نغطي عليها ونخليها حتى تخمر من بعد غادي نقرصها بطبيعة الحال وبالنسبة للوجبة ديالي راني ضفت عليها كيف ما شفته اه شفرول والبروكولي وكذلك البطاطس وضعت واحد فلفلة حارة من الفوق باش تعطيني حتى كيف ما كنقولو حنا المغاربة عندي حبتة طماطم كبيرة عندي فلفلة اه مش فوق كيف ما كتشوفو اه غادي ننقيها بطبيعة الحال يلا حيتها من فوق البوطة اه كنحتاج واحد فلفلة حارة وممكن تعودوها بالهريسة انا كناخد طريفات هكا من مكان ديرهاش كاملة ير شوية باش تعطيني النسمة ديال الحار وعندي معايا يلقى ديال الطماطم مركزة الربيع وبالنسبة للتوابي اللي كانحتى شوية ملحة ابزار كوركم مسكن جبير معلقة ديال كامون ومعلقة ديال التحميرة صفي هادو ما التوابي اللي اه اللي كانضيف لها تكتوك هادي تجي رائعة ممكن كذلك نضيفو اه توم بودرة او التوم عادي كتجي اه رائعة بالتوم اه صفي انا مضفتوش دابا اه صفي اه غادينا ندير الطماطم وغنضع لها توابيل وغادي نضيف ملعقة ديال الطماطم مركزة كنضيف اربع وكنضيف شوية ديال ديال الحار كيف ما قدت لكم انا عندي يير في الفلا غادينا اخد طريفات ديالها وغادينا نضعها طيب الى عندكم الهريسة عاودوا بمعايا القضية الهريسة اللي كيبغي الحار طبيعة الحال اللي ما تيبغيش يستغنى على الحار بصفة نهائية صفي وغادي نوضعها حتى تغلى شوية فوق البوطة كنضيف كذلك شوية ديال الزيت العود وشوية ديال زيت النباتية صفي وكنوضعها فوق البوطة على نار مهيلة حتى تشحر ليه ودوب ليه ما طيشة ما كندير فيها اللي ما لوالو كاسبقوا وكتحركوا فيها صفي ما كتلسق لكم لا تشي حاجة من بعد كننقي الفلفلة ما كننغسلهاش كنحاول ننقيها مزيين باش تبقى ليا الماداق ديال الشواء ديالها صفي وغادينا نحيد لها القلب اللي كيكون زري على اللي كتكون الوسط وغادينا نقطعها مربعات صغيرة وغادينا نوضعها على صلصة ديال الطماطين صفيها ديال تكتوكا ديالنا تجيء رائعة في الماداق وكتدوزو بها هكا تبديروها لك انتو ديرين الحوت او لا ديرين تاييكا تنفع في رمضان بطبيعة الحال كتكونوا ديرين قليل الحوت او لا ديرينو هكا ناشف الفران ولا شاوينو او لا ديرين شواء ولا شي حاجة تديرو معها تكتوكا هذي تجيء رائعة ومن بعد مني خمر لي الخبز غادينا ندوز باش نقرس الخبز ديالي كيف ما كتشوفو معايا غادينا نديرو علاش كل خبيزة صغيرين صراحة كيعجبني خبيزة صغيرين هكا تيجيء زوينين وكذلك كتحتفظو بيوم حتى في الكونجيلاتور اللي درتو كيمية كبيرة وكتجي بدو تتسخنو تيجيء رائعين وخا انا ما كان حتفظو صراحة بالخبز في الكونجيلاتور الوقت اللي بغيت الخبز كان عجلنا كجوج خبيزات ولا ثلاثة سنطيبهم في الفران انا اغلبية الحواية صراحة ما تنديرو مش في الكونجيلاتور كل شي كنحاول انني نحضروا مكين محسما انه كيتاكولي اشياء اللي هي طبيعية وكتحضرها في نفس الوقت بالنسبة اللي كيديرو الكونجيلاتور الناس اللي خدامين اللي يكون في العون نصافي من بعد ما قرستها كيف ما قلت لكم كان قررصها بالنخالة كتجيء رائعة وكنشرطها هكا شوية بالموس وكنخليها تخمر وبطبيعة الحال ما يمكن لنش نديرو المبخر او اللشوة او خبيزات محايم مراين كيف ما شفتوا معايا كيف يخرجوا ما يمكنش مرافقوه مش بكويس ديال اتاي مغريبي كيف ما قدشوفوا معايا وانا كان حضرت كويس مشحة او كان دير فيها او تخالط احنا في المراكش كان قولوا اليوم تخالط السالمية والمعطرشه كيني بزاف ديال انواع وكان عندي هير ثلاثة الانواع كادلي كين كيني لعب دي كينبزاف الدال انواع ما شاء الله وكان نشحر ااتي ديالي وتنوضع في هاد العشاب هدي واسكر او هالغذيوه ديالي واجده كيف مفيك تشوفوا معايا او كدالككين بس ديروها في الفطول اللي اولف اولف وجبة العشاء في رمضان صراحة غتنفعكم بزف وتدجية صحية والديدة ورائعة اتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وكيف ما كتعرفوه في رمضان كنبغيه وجبات اللي خاليين من الدهون وكذلك صحيين وخبيزات دي القمح وخضراء اللي تنفعنا في رمضان ونستفدو منها وكذلك غدي نحضر معاكم واحد الكيك اللي تيجي رائع بكويرات ديال الكوك اللي عشاق نكهة الكوك طريقة بسيطة وسهلة نتمنى تجربوها غدي تجيكم رائعة اللي كنحتاج لها 4 ديال البيضات بالنسبة للكويرات ديال الكوك غدي نضيف فيهم جوج بيض ديال البيض عندي كأس الى ربع ديال سكر غلاسي وعندي كأس ونصف ديال الكوك بالنسبة للكيك عندي كأس ديال الساندة كأس زيت نصف كأس ديال الحليب وكنحتاج تلاتة تلاتات الكيسان عفوان ديال الدقيق عندي جوج خمارات وعندي واحد فاني وعندي واحد ساشية ديال الكاكا وممكن كذلك تديروا الكاكا وتع العبار جوج معها لقلة ثلاثة باش تجيكم هكا اللون ديالها اسود بززاف سافي انا متوفرة عندي غير ساشية ديال الكاكا وهي اللي غدي نخدم بها دابا وبالنسبة لطريقة التحضير كناخد مقلات اللي كانوضع فيها كأس ديال الزيت كانوضع كأس ديال الماء محطتوش لكم على المقاطر كذلك تنوضع كأس ديال سكر ساندة وكانوضع لهم بودرة ديال الكاكا وجوج معالق او اللي هدسة شيادي اللي متوفرة عندي حاليا وكانوضعهم على نار مهيلة يطيبو يدوب لي السكر ويجنس لي الخالطي واللي عندي لشكل كريمة والان غدي نحضر كويرات ديال الكوكا ناخد انا وتنوضع فيه جوج بيض ديال البيض وكانحتفظ بالاسفر اللي غدي ننضيفه بطبيعة الحال في الكيكا يعني كانوضع في الكيك جوج بيضات وجوج اسفر بيض وكانوضع جوج ابيض بيض اللي كانوضعهم في كويرات ديال الكوكا سافي غدي نحتفظ بالسفر البيض وغدي نوضع على البيض البيض كأس الى ربع ديال السكر غلاسي كانوضع كذلك كأس ديال الكوكا وكانوضعهم وكانحتفظ بالتاني كان بقى نضيف بشوية بشوية كيف ما كتعرفوا ان الكوكا تي شربوا على حسب كذلك البيض وش عندكم بيض كبير او الا صغير حجم البيض بطبيعة الحال سافي انا بقت بقى عندي الخالي تجاري غدي نضيف لي نصف كأس ديال الكوكا اللي بقى عندي وغدي نجمعهم بهذا الشكل هدا بالنسبة اللي عندهم المول صغير كناخد مول طوال هو اللي تنوضع في هاد الكيكا دي يعني بادج واحده واحده يعني بيض بيض واحده وكذيرという math شكلاه سكرى صفيف كيف مك تشوف 2003 نحضر كيك نحضر كيك نضيف جوز سفار البيض نضيف جوز البيض نضيف جوز البيض نضيف لهم قبيصة الملحة و نضيف جيدا حتى يضعف لهم الحجم موسيقى نضيف جوز البيض نضيف جوز البيض نضيف جوز البيض خلط كمية ديال كأس كبير وكتحتفظو بالباقي باش باش تزينو بالكيك وكنضيف كدليك النسب كأس ديال الحاليب صافي وكنطربهم جيدا من بعد تنبدأ كنضيف الدقيق كيف ما كتشوفو معايا بالملعقة ديال السيليكون كنحرك في الخليط حتى كينساجم ليها من بعد غاديا نطربو شوية بالطراب باش يتجنس ليعفو الخليط جيدا ونضيف لي جوج خميرات ديال الحلوة من فئة 8 جرام وكنعود نطربهم جيدا باش يتجنس لي الخليط مزيان قدما انكم طربتوه بالطراب قدما كتطلع لكم الكيكة ديالكم وكجيكم من فوخة ورائعة من بعد ما وجد لي الخليط كيف ما كتشوفو معايا تيجيني على هات الشكل هدا غادي ناخد مول اللي كيدخل للفرن بطبيعة الحال انا عندي شكل طويل بهات الشكل هدا ومن الاحسن انه يكون طويل باش يجيكم كويرات مقادين سفيو كندهنو بالزبدة وكنرش علي الدقيق كنقب كميات ديال الخليط وكنوضاع كويرات ديال الكوك اللي حدرت معاكم فوق الخليط من بعد نقب عليه مرة اخرى الخليط من الفوق باش نغطي الكويرات ديالي بهاد الشكل هدا كيف ما غادي نشوفو معايا كنحاول نغطي جميع الكويرات اللي عندي ديال الكوك بالملعقة بطبيعة الحال وكندخلوهم الفران اللي كنكون سبق وسخنتو وكيكون هدا وشك النهائي ديال الكيك ديالنا كيف ما كتشوفو معايا تيجي رائع ومن فوخ وكيجي رطب ولكويرات ديال الكوك كدلك يعطيهم منظر رائع من بعد ما خرجتهم الفران كبيت عليه الخليط اللي بقى عندي ديال الكاكا وكدلك رشيت عليه شوية ديال الكوك وكنكن وصلت النهاية ديال الجيديو وكنت مني يكونوا وصفات اليوم عجبوكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد شكرا على المشاهدة باي باي مع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة